موسيقى تحية لكم مشاهدين الكرام اهلا بكم الى هذه الحلقة من حديث الصحافة والبداية في حلقة اليوم مع صحيفة واشنطن بوست ومقال ريتشارد كوهين بعنوان اثر الفراشة في خروج بريطانيا وسوريا والفوضى في عالمنا المترابط وفيه يشبه الكاتب الفراشة بنظرية الفوضى ترفرف باجنحتها الشفافة وتثير نسيما خفيفا وتتصل مع الاخرين الى ان تشكل مكونا رئيسيا للأصار على بعد آلاف الاميال هل يمكن ان نطلق على ذلك فراشة خروج بريطانيا اعني هنا لما لا انها مؤهلة لتكون كذلك كيف يمكن لحفنة من السياسيين البريطانيين الحمقى ان يتسببوا بمثل هذه الخسارة في سوق البورصة استعاد السوق عافيته خلال اسبوع ولكن كان من الممكن ان لا يستعيدها وكل ذلك حصل بسبب هؤلاء البريطانيين الذين ارتكبوا الحماقة وتلاعبوا بالاستثمارات هذه هي الفراشة التي اتحدث عنها الحرب الاهلية في سوريا مثال على ذلك بالعودة الى مطالبة واخرين للولايات المتحدة بالتدخل لوقف المجزرة لم اكن اتوقع ان سوريا سوف تنهار وان مئات الالاف سوف يقتلون وان الملايين من اللاجئين سوف يشدون الرحالة الى اوروبا وسوف يحتاجون اليونان وبعدها اوروبا الغربية ايضا في النهاية حمل المهاجرين اليائسين على متن الشاحنات وتوجهوا الى بريطانيا تقاعص ادارة اوباما عن التحرك في سوريا اطلقت سونامي من المهاجرين الذين اغرقوا اوروبا واخافوها يظهر التاريخ ان تقاعص عن العمل له فراشته الخاصة به ربما ان الاجنحة التي لم ترفرف في سوريا سوف تحكم على هدف اوروبا الموحدة وبالانتقال مشاهدين الكرام الى صحيفة صباح التركية نقرأ فيها مقالا لهاشمة بابا اغلو بعنوان الدولة المفصلية والتنظيم المفتاح اشار فيه الكاتب الان داعش قد وصفت منذ سنوات طويلة بانها مفتاح انجليزي لانها تتلاءم مع اي برغي وفق ما يلقى عليها من مهام تذكروا كيف ان داعش استهدفت كوباني لتؤثر بذلك على السياسة التركية واحداث تغييرات لا رجعية في ديمغرافية شمال سوريا تذكروا كيف ان داعش كانت اداة مثالية للقوى التي ارادت سحب وجر روسيا الى سوريا وعندما جاءت روسيا لم تقصف داعش وانما واجهت قوى المعارضة السورية وقتلت الاطفال والمدنيين تذكروا كيف ان داعش قامت بقتل 21 مصريا في ليبيا في نفس الفترة التي فقد فيها السيسي هيبته وبدأ عرشه يهتز لتنقذه داعش ويصبح بطلا يريد محاربة الارهاب الذين كانوا يعتبرون الحرب الاهلية في سوريا بانها عبارة عن حرب بالوكالة اصبحوا يتحدثون عن ان داعش تعمل تحقيق غاية اخرى ولنتذكر كيف ان حربا عالمية من الممكن ان تتفق فيها روسيا وامريكا في سوريا لا يوجد اليوم جيش للأسد وانما هناك قوات روسية وميليشيات ايرانية وشيعية تقاتل باسم النظام السوري اما ايران فاصبحت تعتبر الحليفة الجديدة للويات المتحدة الامريكية في المنطقة وهذا يعني انه علينا اعادة النظر في طريقة تقييمنا لما يجري ونستطيع القول بان الخطة تسعى الى احداث حرب اهلية خليطة بين حرب سنية سرفية شيعية وحرب الدول الاسلامية وهذا يجعل الانسان يتساءل هل ستكون المملكة العربية السعودية هي الدولة المفصلية في المرحلة المقبلة وداعش مفتاحها وفي موقع الجزيرة نتا نقرأ مقالا لعمل رشيد بعنوان العلاقات الروسية التركية خصوصا على ارضية المصالح اعتبر فيه الكاتب ان روسيا باتت مقتنعة بانه لا يمكن حل المشكلة السورية دون تركيا وقال رشيد ان الجوانب الاقتصادية وتجارية تلعب دور المحرك الاول للعلاقة بين تركيا وروسيا بالاضافة الى ارضية من المصالح المشتركة في المنطقة مشيرا ان التنسيق الروسي التركي ضروري جدا لمنع عودة الاف المقاتلين من داعش الى روسيا ودول الجوار لها ولفت الكاتب الى ان تركيا تبدو بحاجة مأسا للتبادل التجاري والتعاون الاقتصادي مع روسيا لا سيما بعد ان اجل الاتحاد الاوروبي البت بالغاء التأشيرة للمواطنين الاتراك مضيفا باتت انقرة موقنة بانه لا يمكن الوصول الى حل دون مشاركة موسكو وانه يمكن الوصول الى تفاهمات وتقاطعات مع موسكو تضغط على طهران وكذلك على واشنطن وتحقيق ذلك ممكن من خلال المزج بين استخدام القوة العسكرية الروسية والتركية في شكل منضبط وتوسيع استخدام القوة الناعمة وراء الكاتب ان من بين دوافع موسكو الالتقاط الاعتذار من الرئيس التركي رجل طيب اردوغان وتسريع في اجراءات تشغيل العلاقات الحرص على عدم التفريط بسوق الغاز التركي لصالح الغاز الاسرائيلي وعلى احياء المشاريع الجيوسياسية المهمة مع تركيا واشار الى ان قرار موسكو رفع الحظر عن الرحلات السياحية الى تركيا يعتبر بمثابة اكسير الحياة للسياحة التركية وعليه فالعلاقة مع تركيا مهمة من اجل مساعي روسيا لاخراج اقتصادها من حالة الركود وفي صحيفة العربي الجديد نقرأ مقالا لميشيل كيلو بعنوان لعنة سوريا رأى فيه الكاتب بانه يبدو العالم وكأنه سيعترض من الان لما يمكن تسميتها لعنة سوريا او ستعرض لها اقابا على سكوته المشيين حيال ابادة شعبها بيد نظامه الذي استعانى لتحقيقها بجوش احتلال روسية ايرانية وحط اسناف المرتزقاء الذين شاركوه في قتل المواطنين طالبوا بحريتهم واليوم وقد قطعت الابادة شوطا كبيرا ووصل النازحون منها الى اكثر امكنت العالم بعدا عن وطنهم صار من المرجح ان تحل لعنة سوريا به حيث كشفت بؤسة قياداتها واحزابها ومهدت الطريقة الى يمين جديد معادلها اخذ صعوده العاصف يقوض امنها ويدخل الرعب الى قلوب مواطنها ليس ما ظهر الى اليوم من لعنة سوريا سوى بداية ستمدها تطورات بمواد متفجرة ستحولها الى حال تصعب السيطرة عليها وحروب ستستعر عيوبها ونواقص ومشكلات نظام دولي فيما ملين السوريين يقتلون ويذبحون كالنعاج متجاهلا ان انهيار حواضنه القانونية والاخلاقية لن يتوقف عند حدوده وانه سيخترق بلدانه ويهمشها من الداخل ومن يراقب صعود اليمين الجديد في بلدان اوروبا يدرك انها صارت ايضا في قبضة اخطار تفقد اكثر فاكثر السيطرة عليها ان لعنة سوريا ستلاحق كل من شارك النظام الاسدي في قتل وتهجير وتشريد وتجويع وتعظيم واخفاء ملايين عزل صدقوا ما كان يقال عن حقهم في الحياة الحرة وهي بقاياهم تهيموا على وجوهها في الارض حاملة معها الى من تخلو عنها لعنة اخلاقية لن ينجو منها احد منهم وسيدفع ثمنها الابرياء من مواطنهم وبالانتقال مشاهدين الى ختام حلقة اليوم مع موقع اوريانت نيوز ومقال لأيمن ابو هاشم بعنوان الكاتب الذي يطيح بقيام الثقافة باسم الثورة قال فيه الكاتب لطالما كانت موضوعية الكاتب من عدم حيال القضايا التي يخوض فيها هي المعيار القيامي والاخلاقي في الحكم على سيرته الفكرية والثقافية والشخصية ويضيف الكاتب بان وضوح وجرأة الكاتب بمواقفه في كل زمان او ومكان هو ما يحدد مجال تأثيره ومكانته في الضمير الجمعي طالما ان التمييز بين الكتابة كمهنة والثقافة كرسالة هي من مهام العقل النقدي الذي يأبى تحويل المعرفة الى سلعة ولا يحتمل المضاهات بين القضية التي تستدعي موقفا والهروب منها الى كتابة لا تملي موقفا يوجب ثمنا تشكل الثورة السورية المثال الاوضاح على امتحان مواقف الكتاب المنتمين لها والمدافعين عنها فيما اذا كانوا مثقفين حقيقيين وفاعلين من حيث ادوارهم النقدية ام ممتهني استكتاب ضمن سقوف من غير المسموح تجاوزها العلاقة تبادلية في مدلولها تفاعل بين الكاتب والمتلقي هي بيت القصيد اي كلما احترم الكاتب ذاكرة وعقل المتلقي بادلة الاخير الثقة بدوره ومكانه المتثقف في اعادة تشكيل الوعي الجمعي لا غرابة ان يكون الفقر المعرفي وضعف الحساسية الاخلاقية هم اسمة طائفية متزايدة من الكتبة والصحفيين والمحللين ممن يعتقدون ان مجرد تصنيفهم في خانة الثورات يبيح لهم تمرير لغة ومضمون ينتميان الى مرصوفة لاستبداد الرثة يتحدثون عن بلاي الفساد والاقصاء والمحسوبية في مؤسسات الثورة فيما يتجاهلون نظائرها في واقع المؤسسات التي يسترزقون منها الكاتب حينما يستهين بذاكرة وعقل المتلقي فينسى ما نثره من مواقف ينفي جديدها قديمها وينقض اخرها اولها ولا حق له ان يسأل عن انكماش الجمهور وانفضاضه عن نخب تنزح عن ثقافة الحرية وقيمها العقلانية والاخلاقية وذلك هو الوجه الاكثر بؤسا لواقع يفاقم من الهوة بين الكاتب والمثقف والكاتب المعادل لقيم الثقافة بهذا مشاهدين الكرام نكون وصلنا لنهاية الحلقة الى اللقاء اشتركوا في القناة